اشتركوا في القناة وانسقى أخيار أحبائه شراباً لذيذ المذاق وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله والاعتراض على الملك الخلاق الحمد لله الذي أكرمنا بسيد أنبيائه وأشرف أصفيائه محمد والنجباء من عترته وأوصيائه محمد وآل محمد يا من تحير كيف يملأ وقته يا من تحير كيف يملأ وقته إن متعباً أو كنت لست بمتعبي أرح الفؤاد من الحياة وهمها واملأ فراغك بالصلاة على النبي اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أساتذتي الحضور الكرام أخوتي أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم وأيامنا في هذا الشهر المبارك في شهر شعبان الخير والأفراح والمسرات تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال وأسأل الله لكم التوفيق والعافي وهنيئاً لكم هذا الحضور المبارك جوار سيدي ومولاي كاشف الكرب أبي الفضل العباسي عليه السلام بسرور بالغ وشرف رفيع تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة حفلها الموسوم في هذه الذكريات الطيبة لولادات كريمة لمولانا صاحب العصر والزمان وسيدنا ومولانا علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه وفقنا الله وإياكم في السير على نهج أئمتنا في الدنيا ولا حرمنا من شفاعتهم في الآخرة ببركة الصلوات العاليات على محمد وآل محمد يا أيها الضمآن دونك منبعك رتل ورو القلب عطر مسمعك هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك على بركة الله نبدأ بتلاوة آيات بينات من الذكر المبارك الحكيم هذه المرة بشكل جماعي لمجموعة شابة مباركة قرآنية ضمن سلسلة الفعاليات التي تبدعها العتبة العباسية المقدسة عبر تشكيلات مختلفة من خلال المجمع العلمي للقرآن الكريم ولسيما المركز مركز المشاريع القرآنية وعبر برنامجه التطويري أمير القراء الوطني مع نخبة طيبة من قراء العتبة العباسية المقدسة يتفضلون استقبلهم بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا بسم الله الرحمن الرحيم فرد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد كلمات ربي العظم للعلام الرحمن الرحيم الرحمن 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 القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجداني والسماء رفعها ورضع الميزان بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاء والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها والليل إذا يغشاء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما زواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد موفور الشكر والامتنان لهذه النخبة القرآنية الطيبة على هذه المشاركة المباركة نحييهم بأعلى صلوات على محمد وآل محمد صلى على محمد إلى الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه الذين انتقلوا إلى جنان الخلد وراحة الصالحين ورافقوا النبيين والصديقين المضرجين بدمائهم الزكية الذين شرفهم الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الذين تعجزوا الكلمات عن وصفهم إلا أنهم حقا الأجل قدرا والأعظم مثوبة وأجرا لشهدائنا الأبرار من قواتنا الأمنية وحشدنا وإلى روح علمائنا الأعلام نقف إجلالا لهم لقراءة سورة المباركة الفاتحة شكرا جزيلا لهذا الحضور المبارك تفضلوا الحضور الكريم نبقى وإياكم مع الكلمة الطيبة بهذه المناسبة المباركة يتفضل بإلقائها الخطيب الحسيني فضيلة الشيخ زمان الحسنى وإدام توفيقه يتفضل محفوفا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد أبارك لكم هذه الولادات الطيبة مرت بنا ولادة الإمام الحسين عليه السلام قمر العشيرة الإمام السجاد علي الأكبر عليه السلام وولادة إمام زماننا الآتي عجل الله تعالى فرجه الشريف شهر غاص بالمناسبات العظيمة المهمة والاهتمام بهذه المناسبات مهتمام بأمر هامش في عقيدتنا وفي تأريخنا وفي وجودنا وفي ثقافتنا وإنما اهتمام بأمور أساسية مرتبطة بكل فروع عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا وقيمنا وهويتنا والأكثر من ذلك أقول للأحبة ليس بالطريقة الروتينية التقليدية العشرين دقيقة أريد أخضيها مع الأحبة بشكل جدي واقعي نحصل بي معلومة أنا وياهم من القرآن ومن أهل البيت عليهم السلام ارتباطنا بأصحاب هذه المناسبات المرت بنا والتي ستمر هو ارتباط بكل رسل السماء وأوصياء أولئك الرسل لأننا نعتقد أئمتنا عليهم السلام هم ورثة الأنبياء كما ورد في زيارة الجامعة الكبيرة وتقرؤون في زيارة الحسين السلام عليك يا وارث آدم نوح موسى عيسى محمد الأنبياء أوصياء الأنبياء فالاهتمام بهؤلاء هو اهتمام برسل السماء من آدم إلى الخاتم وبأوصيائهم لأن أئمتنا عليهم السلام هم ورثة لأولئك ورثة الأنبياء هذا نص وارد عن معصوم عليه السلام إضافة إلى ما ورد في بقية زيارات أهل البيت فإنت لما ترى كل هذا الاهتمام كتبنا في الزبور مبشراً برسول يجدونه مكتوباً دعوات إبراهيم لذريته عن طريق إسماعيل وذريته النبي وآله لما تشوف هالكم الهائل من الآيات في القرآن الكريم كلها تشير اتجاه النبي وآله عليه السلام هذا يخليك أمام مسؤولية كبرى أمام مسؤولية عظمى تقول إذا كان الأنبياء هل قد يهتموا بهذا الموضوع نحنش قد كن نهتم به ونحيي ذكره على مستوى الفرح وعلى مستوى الترح يفرحون لفرحنا يحزنون لحزننا كما قال الإمام الصادق عليه السلام والإخوة كتبوا هذه العبارة باللافتة لخلف أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا طبعاً أكتفي خلص وقت خلص آخر شيء أقوله قال يا ابن رسول الله شلون نحيي أمركم قال تتعلمون علومنا وتعلموها للناس تتعلمون علومنا وهذه العلوم توصلوها إلى الناس أرجو من الله تعالى أن يحفظكم وأن يديمكم وأن يتقبل زيارتكم وأن يرجعكم إلى دياركم سالمين غانمين بمحمد وآله الطاهرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله لكم التوفيق والعافية قضى الله حوائجكم وهنيئاً لكم هذا الولاء لمحمد وآل محمد نبقى وإياكم مع الشعري والشعراء والوزن والقافية مع خادم أبي الفضل عباس عليه السلام الأستاذ الشاعر علي الصفار الكربلاء يتفضل محياً بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد السلام عليكم السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته ببزوغ الأقمار شع الوجود فشبيه المختار فيه السعود هل نجل الحسين وهو علي أكبر فيه من علي صمود وله من كيان طاها سمات هي في جيد كل دهر عقود هو عزم وآية ومنار هو جمر لا يعتريه الخمود وسيبقى تجلياً أحمدياً وبيوم الطفوف تزكو الجهود فارس وانتخاه حسين أبو الأحرار فارس وانتخاه حسين أبو الأحرار وقل لي يا شبيه المصطفى المختار يومك هذا وانت الفارس المغوار إليك قابلية ورانا سيد سعيد يريد يهوس إحنا دعنا نفتح للمجال يشوف إليك قابلية بعدين يتهوس ويا لو لا أشوف فارس وانتخاه حسين أبو الأحرار وقل لي يا شبيه المصطفى المختار يومك هذا وانت الفارس المغوار هاو الأكبر جرد بتار والأكبر جرد على هذا صوتكم يمكن ما يهو السيد السعيد طرسوح الطفوف وطشر العسكر طرسوح الطفوف وطشر العسكر ها أبو محمد هم عندك هوسات والنعم طرسوح الطفوف وطشر العسكر وجيمان الكفر صاحت ظهر حيدر فارس والنعم منه علي فارس والنعم منه علي الأكبر هاو العالم يعرف آتاره والعالم يعرف ومنذل الجيوش بصارمة وعزمة وصارت بالمعار الكفر من هزمة خافوا عليها قلبه حسين أبو اليمة خافوا عليها قلبه حسين أبو اليمة من هالجيمان الغدار من هالجيمان وفعلاً غدرت سيوف الكفر والجور وعليه الإلوف أصبحت كلها الدور مثل الليل مني يخيم على النور ما مثل الليل مني يخيم على النور هاو الأكبر ما تطفى أنوار والأكبر ما موفور الشكر والامتنان لخادم أبي الفضل العباسي عليه السلام الأستاذ الحاج علي الصفار الكربلائي ومنه إلى المتيم بحب آل محمد ونبقى مع الشعر والشعراء ومشاركة طيبة أخرى إلى العزيز الأستاذ الدكتور الشاعر حازم رشق التميمي يتفضل محياً بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة تسجدوا سجدوا وفي الأصلاب كان محمد ومحمد معنى الحسين وآله الأبرار حيث مشيئة أن يولدوا بشرى النبيين الهدات كرامة من قبل أن يهدوا بنورهم اهتدوا أولاء أولاء من لهم السماء تنزلت وحياً بهم عمل البرية بهم عمل البرية يصعد علل الوجود وليس ثم تعلة تخفى لذي لب ففيهم توجد يأتون بالنبع العظيم بشارة ما آصف ما علمه ما الهدهد بشر يحار الواصفون بوصفهم عدل الكتاب بل الكتاب مجسد بشر يحار الواصفون بوصفهم عدل الكتاب بل الكتاب مجسد ولد وما ولد تخال نفوسهم فارطح احتياجات العنام تجدد ولد وما ولد تخال نفوسهم فارطح احتياجات العنام تجدد عبر محال القول سر تفرد فارط المعاجز شرط ان لا يعبد عبر محال القول سر تفرد فارط المعاجز شرط ان لا يعبد مادة وخارطة الذنوب فسيحة لولا بيوتهم التي لا تنفد ارأيت ارأيت ثم رأيت اطهر مشهد ارأيت ثم رأيت اطهر مشهد لبني علي والحمام يغرد ذي قبتان عمامتان عمامتان تعانقا ومنارتان منارتان ومسجد تتطاول الاعناق حيث تطاول هذا الخلود موحد وموحد خدان يوم تعفر خط على هذا الثرى كيف الثرى يتخلد كيف انتظار المؤمنين لفكرة من الف الف والزمان يردد يا صاحب الامر الذي بلوائه كل انتصارات البرية تُعقد مهلا ترانا اي نراك عبوة تحن علينا من نداك ونشهد تحكي ترد تحل كل قضية تعطي تمد ولا تكل وتسعد من اي ما سفر تجي فبيننا هذه الدموع وحسرة تتوقد ندريك آخر شهقة يا سيدي أطفع غليل الساهرين ليرقد والمتعبين وأنت باب خلاصهم فالريح فالريح تعبث بالنفوس وتوصد خذنا بمولدك البهي أضالعا متقوسات بالمواجع تنشد بالباقيات الصالحات وبالمنا بالناظرات وأن تثم الموعد بالفتية الأفذاذ يا قديسهم ردوا على الشداد لحظة حشدوا الجالسين على الحصير ونورهم ملء العيون يغار منه الفرقد لابد منك مصليا وملبيا ما أرجفوا ما أخروا ما عددوا ما ألبوا ما فرقوا ما شردوا ما فلسفوا ما فبركوا ما فندوا لابد من مسك الختام ودولة مسك الختام بها الأمام لا بد من مسك الختام ودولة مسك الختام بها الإمام محمد مسك الختام بها الإمام محمد صلوا على محمد وآل بيت محمد مفور الشكر والإمتنان للدكتور الشاعر حازم رشق التميمي على هذه المشاركة الطيبة شكرا جزيلا لكم وأسأل الله لكم التوفيق والعافية مستمرين وإياكم حضورنا الكرام مع سلسلة الأفراح لآل بيت محمد عليهم السلام وإلى شاعر لطالما أبكانا على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه اليوم بيننا ليسعدنا بمشاركته الطيبة الشاعر ذرية الزهراء عليها السلام الشاعر السيد سعيد الصافي يتفضل محيا بالصلوات العالية على محمد وآل محمد يبني الحسن دنيانه بعد كن نفع ما بيه وحق جدا يبني الحسن دنيانه بعد كن نفع ما بيه يمتب طلعتك مولاي قصط وعدل تمليه يبني الحسن دنيانه بعد كن نفع ما بيه يمتب طلعتك مولاي قصط وعدل تمليه جدك قال لك ثارات شلون يصير ناسيها جدك جدك قال لك ثارات شون يصير ناسيها والأكلف الله أكبر يا الأكلف والأكلف ثار المسبية والأكلف ثار المسبية والأكلف أعتذر عن الإطار والسلام عليكم ورحمة الله مفور الشكر والامتنان لذرية الزهراء الشاعر السيد سعيد الصافي الرميثي نحييه بأعلى صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ومن الوزن والقافية إلى الحناجر الحسينية التي تصدح بحب آل محمد أنتم وأنا مع مشاركة طيبة لخادم الحسين عليه السلام الرادود المل عمار الكناني يتفضل محياً بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد عالي الأكبر بميلاده شالح سين بجفوفه ونظرة عينه تحشو ياه وكل الوادي متشوفه نظرة عينه تحشو ياه وكل الوادي متشوفه أولي أدي واعد الوالد ينصره بساعة تطفوفه ومن هسه تشف رايد سيا فمن هسه تشف رايد عم هنياله داع الشعبان حقه على الوقت يفخر هنياله هنياله داع الشعبان حقه على الوقت يفخر إجا الأكبر قمر يكبر يهز الكون لو يكبر إجا الأكبر قمر يكبر يهز الكون لو يكبر شايل غيرة العباس وخزرت عينه من حيدر هاخوتها فدوا أروح لكم ها عباس وحيدر بعيون عباس وحيد آخر هوسة وأسألكم الدعاء من هزرايت على الجيش رجفت كل شواربها طب يشبه سفينة نوع شق صفوف من طبها الأكبر مولاي يروحي لك الفداء من هزرايته على الجيش رجفت كل شواربه طب يشبه سفينة نوع شق صفوف من طبها إجاها إجاها عم إجاها وحالف العباس بالعباس يقربها ويجيب الماء من عيونه ويجيب الماء هذه الهوسة الأخيرة لبو محمد أستاذي بو محمد المياحي وأسألكم طوالتها سيد أفضل طوالت أعتذر أبو محمد يقول من طب للمعى رزاغة الأبصار من طب للمعى يا رزاغة الأبصار قشط جلده ليصد الأبعين تجدح نار هم كرار مثل خلفوا الكرار ومشيم زين ابنهم ما أساوهم شي بعد كاف خلصت هاي اللي بفاضل أخي الهوسة أخير هو أستاذ العباس يقول حالة بالخلق حالة إذا عمر الطفل سنتيا حالة بالخلق حالة إذا عمر الطفل سنتيا عمي يعلمون بأسام هواي لكن ما يعدهن زين يعلمون بأسام هواي لكن ما يعدهن زين بس عباس بن حيدر أول اسم صاحح بس عباس بن حيدر أول اسم صاحح حسين أخوتها عمه بلسانة أحسين أحسين أشمح لا أتى بلسان مفور شكر والامتنان لخادم الحسين الأستاذ المل عمار الكناني على هذه المشاركة الطيبة نحييه بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد ونبقى وإياكم مع مشاركة شعرية طيبة مباركة للحسجة والبلاغة الشعبية العراقية مع الشاعر أبو محمد المياحي يتفضل محياً بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد مشيك معدل والداعم الشاي وتطلب مني أثرك كون تبعه مشيك معدل والداعم الشاي وتطلب مني أثرك كون تبعه دليل صير لي وبابك ضيع درب شلوة وراك شلون قطعة دليل صير لي وبابك ضيع درب شلوة وراك شلون قطعة أنا حافظ أيام السنة ساعات والتسابت عدك صار جمعة ولكن أنا حاسب أيام السنة ساعات والتسابت عدك صار جمعة القرعة براس ختها الزام وطشلون ومصيبتها اخذها طلعت قرعة القرعة براس ختها الزام وطشلون ومصيبتها اخذها طلعت قرعة يغسل يغسل وجه أبو سفيان يا ماي حتى ابنة تريد بوجه لمعة يغسل وجه أبو سفيان يا ماي حتى ابنة تريد بوجه لمعة هند ويز جي شلون تنقاس الذهب والفحم قل لي شلون جمعة صحابة يصير عنده ابن ابو سفيان ويزيد التابعي الواجب نتبعه ولك يا دين هذا بلا علي صير ودين بلا حسين شلون جرعه ولك يا دين هذا بلا علي صير ودين بلا حسين شلون جرعه الخير بيكم ومحتلف وملعون وسمعتكم رخيصة وعخ السمعة اكتب زور بكيفك التاريخ كتاب الله الصدق اقرأ وسمعه شجرة بمحكم القرآن مكتوب لعنها الشجرة ما تقدر تشلعه شجرة بمحكم الآيات مكتوب لعنها الشجرة ما تقدر تشلعه وشجرتنا جذرها بباطن القاع فرعو خصونها بالسمة السبعة بسك لا تجمل وجوه عدوان عليهم غاضبة راحة البضعة سفينتنا الحسين الحسن قنديل وعلي سكانها المعهد يرجعه وشراء السفينة الماشية بزود ايمة امو الصفينة طهار تسعة ذرية محمد ذولي لمجاد بيهم كمالدين الباري شرعة ابيض ثوبنا وكل دانس ما بي ابيض ثوبنا وكل دانس ما بي ومن حقنا افتخرنا ابهيتي رفعة وانتم ثوبكم من خام رايات رضيتوا بثوب من كل زيج رقع مفور الشكر والامتنان للشاعر ابو محمد المياحي على هذه المشاركة طيبة اسأل الله لكم التوفيق والعافية هنيئا لكم هذا الحضور قضى الله حوائجكم والبس الله مرضاكم ثوب الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد حضورنا الكريم هذه دعوة لجناب الدكتور مشتاق العلي عضو لجنة الاحتفالات المركزية في العتبة العباسية المقدسة يتفضل لاطلاق مسابقة شبيه المصطفى عليه السلام يتفضل محيا بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام على الحسين وعلى قمر الحسين وعلى ريحانة الحسين وعلى القائم المنتظر من ذرية الحسين عليه السلام الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات والصفات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تزامنا مع الولادات الشعبانية المباركة وتحت شعار جمال الطف لا ينتهي تعلن العتبة العباسية المقدسة عن مسابقة شبيه المصطفى عليه السلام وهي مسابقة شعرية بالعمود الفصيح عن المولى على الأكبر عليه السلام من أجل استنهاض الأقلام الإبداعية والكتابة والنظم عن هذه الشخصية القدوة وهذه المسابقة دولية بحيث يمكن للشعراء والكتاب والمبدعين أن يشتركوا فيها من داخل العراق وخارجه وإن شاء الله ستعلن الشرائط والضوابط على المواقع الرسمية للعتبة العباسية المقدسة بصفحتها الرسمية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الذين سيشتركون إن شاء الله في هذه المسابقة إحياءً لأمر أهل البيت عليهم السلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفهور الشكر والإمتنان لجناب الدكتور مشتاق العلي عضو لجنة الاحتفالات المركزية في العتبة العباسية المقدسة على هذه المشاركة الطيبة وعلى بركة الله نشرع بإعلان الفائزين في مسابقة ولادة الإمامين الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وعلينا الأكبر عليهم السلام إن شاء الله فاز معنا عشرة عشرة أسماء سنعلن إن شاء الله أول اسم أمير محمد عباس الكربلائي يتفضل إن شاء الله لتكريمه الدكتور السيد أفضل الشامي مدير مكتب سماحة المتولي الشرعي في العتبة العباسية المقدسة يتفضل محياً بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد الفائز الأول أمير محمد عباس الكربلائي نعم تفضل يا أمير أهلاً وسهلاً مبارك عليكم هذا التكريم مع جناب الدكتور مشتاق أيضاً أضل لجنة الاحتفالات المركزية في العتبة العباسية المقدسة لتكريم الفائزين مبارك لكم يا أمير هذا الفوز الفائز الثاني جعفر علي عطشان السهلاني موجود؟ نعم أهلاً وسهلاً تفضل يا جعفر مبارك عليكم الثالث قائم مقداد سعد الخالدي موجود إن شاء الله؟ أهلاً وسهلاً من محافظة المثنى قائم مقداد سعد الخالدي من محافظة السماوة أنا مؤكرم بكلها أنا في كل محافظاتنا العراقية كرار منذر أموري الربيعي من بغداد كرار إذا كان موجود إن شاء الله الفائز الخامس مهدي عباس أسد من كركوك مهدي إذا كان موجود أو من ينوب عنه السادس الأخوة آلاء عبد الكاظم الخيقاني من بابل من الحلة أو من ينوب عنها إن شاء الله نعم الأخوة إن شاء الله تبقى في مكانها إن شاء الله الأخوة يكونوا بخدمتها فقط أحضار الهوية أجزاكم الله خير الجزاء الفائز السابع الأخوة أديبة كريم زمان من البصرة تحية طيبة لكل أهلنا في محافظاتنا العراقية الفائز الثامن الأخوة بيداء جميل الحسياناوي من الناصرية تحية طيبة أنعم وأكرم أهلا وسهلا بكل أهلنا في كل محافظاتنا العراقية إذن تحية حب وأجلال وأكبار وأكرام لكل محافظاتنا العراقية بالصلوات العاليات على محمد وآل محمد أنيئن لكم هذا الحضور من كل مكان الأخوة بيداء إذا كانت موجودة أو ما ينوب عنها الفائز التاسع الأخوة زهراء فلاح من كربلاء المقدسة إذا كانت موجودة أو ما ينوب عنها إن شاء الله إن شاء الله الأخوة يكونوا بخدمتها من العلاقات نعم أخوتنا في العلاقات إن شاء الله فقط الهوية لتسليمها الجازة نعم سيدنا العزيز والأخير الفائز الأخيرة الأخوة منتهى لطيف من كربلاء المقدسة نعم الأخوة زهراء نعم الأخوة منتهى لطيف أو ما ينوب عنها إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا شكرا جزيلا لسيد أفضل الشامي على هذه المشاركة الطيبة والدكتور مشتاق العلي على هذا الحضور المبارك أسأل الله لكم التوفيق والعافية الأخوة والأخوات الذين لم يحضروا إن شاء الله يستطيعون التوجه إلى قسم الشؤون الفكرية والثقافية في أي يوم في العتبة العباسية المقدسة الاستلام الجواز مسك الختام ندعو بدعاء الحفظ والفرج لإمامنا الإمام صاحب العصر والزمان بهذا الصوت بصوت الولاء إن شاء الله نقف إجلالا ونقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى يلا أريدك أن ترفع صوتك بعد في هذه وفي كل أريد صوتك يوصل للحسين ها وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا من هذه الخدمة يا الله اللهم امن على بلدنا العراق بالأمن والأمان يا الله اللهم إنا نسألك ألا تميتنا إلا على ما مات عليه محمد وآل محمد وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات علمائنا الأعلام خدمة المنبر الحسين شهدائنا الأبرار الذين ساروا على نهج سيد الشهداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات ترجمة نانسي قنقر